وقد أسهمت القرارات التي اتخذها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا في انخفاض أعداد الإصابات بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من التطعيم أكثر من مليون شخص بنسبة تجاوزت 80% من السكان المؤهلين لأخذ التطعيم في مملكة البحر حينما تتحدث لغة الأرقام تتضح الحقائق وتنجل الشبهات وهو المنطق الذي اعتمد عليه الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا في التعامل مع الجائحة منذ أيامها الأولى ما يعكس احترافية فريق البحرين الذي أضحى نموذجا مشرفا في مواجهة الجائحة العالمية مملكة البحرين نجحت في تطعيم أكثر من مليون مواطن ومقيم على أرضها بنسبة تجاوزت 80% من السكان المؤهلين لأخذ التطعيم بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية عبر تحقيق أعلى النسب من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع وتقوية استجابة الجهاز المناعي لديهم والتقليل من أعداد الوفيات والإصابات بإذن الله علاوة على أهمية أخذ الجرعة المنشطة الثالثة لما لها من دور كبير في تعزيز المناعة المكتسبة هي فكرة الجرعة التنشيطية هذه المنشطة التي نعطيها على أساس تكملت مدة يعني إصالة مدة المناعة يعني وليس نفاءة التطعيم نفاءة التطعيم كما نرى أنه هو أكبت فعالي بعد ما يخلص الجرعتين إحنا طبعا تحددنا حسب المعلومات الأولية موجودة والدراسات الموجودة أن تكون بعد 6 أشهر لأن الدراسات الأولية تشير إلى بعد تقريبا 6 أشهر لكن هذا ليس مثل ما نقول عدد محدث بس يتراوح إن كمية المناعة ممكن تقل أو الأسام المضادة في الجسم تتقل وهذا ينصبق ممس على الكوفيد-19 ينصبق على بعض التطعيمات بعد هذه الجرعة الثانية إحنا طبعا صرعت التلقيات لأخذ هذه الجرعة الثانية الشيطية أو المنشفة لتكون متقبلة المدة التي حددها الفريق الوطني توشك على الانقضاء بعد اتخاذه جملة من القرارات والإجراءات التي أسهمت بشكل جلي في انخفاض أعداد الإصابات والترقب المشوب بالحذر سمة لما سيبديه قادم الأيام فيما يبقى التعويل على أهمية الالتزام التام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس ترجمة نانسي قنقر